دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لإعتداءات المستمرة للمجموعات الاستطاطنية على أملاك بطرياركية الروم الأرثوكس المقدسية وآخرها اقتحام أرض تابعة للبطرياركية في وادي حلوة بسلوان جنوب مدينة القدس وأكدت الخارجية رفض الأردن المطلق لجميع الإجراءات التي تستهدف الوجود المسيحي في المدينة المقدسة وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها بما في ذلك الأملاك والأوقاف الإسلامية والمسيحية ووقوف المملكة إلى جانب المقدسيين والكنيسة الأرثوكسية ضد اعتداءات المتطرفين والمستوطنين